السلام عليكم. انا باسر من كنداة كومبيسو تكنولوجي من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس وهي المشكلة دي. ازاي نحل المشكلة دي حتى لو الاركام مختلفة يعني انا عندي المشكلة دي مكتوب في الاخر هنا كود فاصلة اتناشر. لو انت عندك اختلاف مفيش مشكلة. هنحل ان شاء الله جميع المشاكل اللي بتواجهكم والاركام المختلفة. لو انت جديد اعمل اشتركوا لايك ويلا بنا للشرح على طول. اول خطوة معنا وهي مهمة جدا جدا ان حضرتك هتروح على زيز بي سي. وعلى ايه. تمام? مكان الالعاب يعني اللي موجود عندك. تمام. انا عايزك حضرتك انك تحط الالعاب برا يعني ما تحطهاش جوه فولدر. تمام? اديك المسال مسلا اهو ما تحطهاش جوه الفولدر يعني. تمام زي ما انا عامل كده حطت اللعبة دي جوه الفولدر. فانا مش عايزك تعمل كده. هتطلع اللعبة بشكل عادي. تمام? ولا يكن انت لو حطت الالعاب مسلا في فولدر تمام? هتصغر كده وبعدين تخش على زيز بي سي كمان مرة. تمام? هيجي لك وجهتين صغ وبعدين تنقل اللعبة دي كده. تمام? تحطها. تمام? هتحطها بالشكل عادي في الايه. تمام? زي ما انتا شافت نقلت معنا تحت هو. تمام? عايزها تبقى برا بالشكل ده. يلا بينا بقى للخطوات الباقية المهمة جدا جدا. عشان نحل المشكلة دي هنعمل دلوقتي. كل اللي عليك حضرتك هسيب لك في الوصف تحمل الفولدر ده. تمام? اسمه مشاكل العلعاب بيسو تكنولوجي. تضغط عليه وهيجي لك الوجهة اللي انت شايفها دي. فيه اربع حاجات. تمام طبعا اول حاجة هنعمل ايه? هناخدهم كده كلهم كوبي. تمام? ونحطهم برا كده. تمام? معذرة. نحطهم برا. تمام? هيتلقوا بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام? ركز معي بقى في الخطوات عشان واحدة واحدة. تمام? انا عايزك اول حاجة تفتح البرنامج ده. تضغط عليه. تسطبه. هنسطب ونرجع لكه كمان مرة. طبعا بعد ما حضرتك تسطبه هتفتحه بالشكل ده. تمام? وبعدين هيجي لك بالشكل ده. هتضغط على اول حاجة سكان. تمام? عشان يشوف الملفات النقصة. يعني الملفات النقصة هل هي نقصة في الالعاب ولا في الويندوز. تمام? زي ما انت شايف جاب لي قال لي يا باسل انت عندك كل ده ناقص. تمام? نازم تنزل كل ده عشان يكون كل حاجة تمام? والالعاب تشتغل بصورة طبيعية. تمام? انا عايزك تلوقتي تمام يتضغط هنا على برو. تمام? هيجي لك الشكل ده. هيجي لك الشكل ده. هترجع كده. تمام? هتيجي هنا على المفتاح بيس تكنولوجي. وتاخد ده نسخ. تمام? تاخد ده تجربه. نسخ. وبعدين ترجع. هتضغط هنا. وبعدين تحطه هنا. تمام? اهو بس. تمام. ده كده خلاص احنا عملناه. تمام? انت دلوقتي بقى لما تيجي تعمل هتضغط هنا. وتفعل كله. يعني انت عشان يفعل لك كل دوت. تمام? هتضغط على تمام? تضغط على بعدين تضغط هنا وبعدين اوكي. هيبدأ يحمل كل الحاجات النقصة دي زي ما انت شايف في مكتوب. تمام? يعني ده تبع الالعاب. يعني الويندوز وحاجات كتير جدا جدا نقصة عند حضرتك. فضروري انك تعمل نفس الخطوات. تمام? عشان اللعبة تشتغل عندك. والمشكلة تنحل بصورة سهلة جدا جدا. تمام? احنا طبعا نسيبه يحمل ويخلص. وبعدين نرجع لكو كمان مرة. تمام? انت بعد ما حضرتك خلاص تخلص التعريفات بتاعت البرنامج ده ونزل كل حاجة. تمام? هتيجي بقى على الديريكت اكس. تمام? تجيبها هنا كده. وكليك يمين. وبعدين على اكسترهير. وهتسيبه ينزل آآ الفولدر دوت. تمام? نفتح الديريكت اكس. وبعدين هيجي لك الوجهة دي. هتنزل تحت. تمام? على دي. هتضغط على دي. تفتحها. تمام? تضغط عليها بالشكل ده. وبعدين هيجي لك الشكل ده. هتضغط هنا. وبعدين نيكست. ونيكست. وبس. تسيبه بقى ينزل تايريكت اكس. عشان الحاجات دي مهمة جدا جدا يا جماعة تعملوها عشان الالعاب اللي فيها مشاكل تشتغل معكم. زي ما انتم شايفين هيبدأ يحمل معانا كده. وينزل الملفات والحاجات النقصة في الكمبيوتر. كل حاجة تبقى تمام. هنخليه خلص ونرجع لكو كمان مرة. تمام حضراتكم? انا خلاص كده خلص معي هنجيبه على جنب بقى عشان حين مش هنستخدمه تاني. تمام? عندنا بقى حاجة اسمها سي بلاس بلاس هنضغط عليها. وبعدين نضغط هنا ونسبت دوت. تمام? وبعدين عيحمل بالشكل ده. عشان يتسبت بشكل عادي جدا جدا. تمام? هو ده تثبيته يا جماعة ده. تثبيته. تمام? زي ما انت شايف بيقول لك هنا اضغط ايه? تمام? ممكن يجي لك حاجة مختلفة فانت ترجم تمام عشان تفهم آآ كل حاجة بالتفصيل يعني هو ممكن ما يجيب لكش هو عندي بيقول لي ايه? آآ يعني اضغط على انت ممكن يجي لك حاجات مختلفة فانت حضرتك حضرتك هتجيب آآ جوجل وتوقع تترجم الكلام اللي تحت عشان تفهم انت تضغط ايه تمام? انا دلوقتي هضغط على تمام? وزي ما انتم شايفين هيفضل يحمل دلوقتي آآ هتشوفوا دلوقتي اللي هيحصل زي ما انتم شايفين جايب لي ديت تمام? واحد اوف تمنتاشر يعني انت حضرتك هتسيبه يحمل لحد لما يخلص التمنتاشر عشان الحاجات دي نقصة في الكمبيوتر زي ما انت شايف زيتا عندي اتنين هو تمام? زي ما انتم شايفين حضرتكم هو كده خلاص مادام جاب لكم ديت يبقى كده خلاص. اخر خطوة معنا وهي حضرتك انك هتروح على جوجل وبعدين تكتب نفس اسم المشكلة اللي عندنا اللي هي is done dll وتعمل سيرش وبعدين هتخش على اول موقع وبعدين هتنزل تحت شوية كده تمام? وبعدين هتنزل دوت تضغط طبعا حضرتك بعد ما تنزله هيجيلك بالشكل ده تضغط علي كليك يمين وعلى كيسترهير تمام? كل اللي هيك انك هيتلع معاك الحكتين دول تمام? ملفين دول يعني هتاخد دوت كده كوبي تمام? ملاكش دعوه باللي تحت هتروح لازيس بسي وبعدين على السي وبعدين على ويندوز وهتدور على حاجة اسمها سيستم اتنين وتراتين اهي سيستم اتنين وتراتين اعمل لكم زوم عليها عشان تشوفوها كويس نضغط عليها وبعدين نلسك هنا بيست سكيب تمام? بس كده وبكده يبقى المشكلة ان شاء الله هتنحل بشكل نهائي اتمنى يكون قافتكم كان معكم باسل من كناتكم بيسو تكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته